عدو الأمسي صديق اليوم هذا هو حال المدرب الفرانكو بوسني فايت أريلوزيتش فبعد قيادته للفيلة الإفوارية في كأس أمم إفريقيا 2010 وتلقيه هزيمة ضد محاربية الصحراء في موقعة كابيندا تاريخية ها هو الآن عنوان يتغنى به الجزائريون بعد أن بلغ بسفينة محاربية الصحراء إلى بر الأمان ورسى بها في ميناء ريو دي جانيرو تحسبا لمعركتي بيلو أوريزونتي وبرتو هاليغري ابن مدينة جابلانيك البوسنية له سيرة حافلة بالألقاب فمن هداف لنونت الفرنسي موسم 83-85 إلى نجم باريسان جرمان عام 87 نقطة تحول فايت كانت سنة 92 بعد أن عاد إلى بلاده يوغوزلافيا وهو يحمل آمالا كبيرة بدأها بمدير فني لفيلاز مستار إلا أن نشوب الحرب هناك حالت دون تحقيقه آماله لينجو ببدنه ويستقر في فرنسا تنقل بعدها إلى المغرب سنة 98 مدربا للرجاء البيضاوي حيث استطاع في موسم واحد أن يحقق معه البطولة المحلية وكاس إفريقيا للأندية البطلة ليعود مجددا إلى لي الميتروبولة الفرنسي ويسعد به إلى حظيرة الكبار نال على إثرها سنة 2001 لقب أحسن مدرب وجهة فييد بعد هذا الإنجاز كانت إلى حديقة الأمراء مع باريسان جرمان لكن هذه المرة كمدرب لموسمين تحصل خلالهما على كأس فرنسا خريج معهد سراييفو جدد مغامرته إلى تركيا مع نادي ترابنسبور ثم اتحاد جد السعودي مرورا بمنتخب ساحل العاج الذي خان فييد وأخرجه من الباب الضيق رغم تأهيله إياهم لمونديالي جنوب إفريقيا لكن القدر أنصف العجوز ليحقق حلمه من بوابة المنتخب الجزائرية